مجدداً اضراء التجاري في مناطق شمي شرقي سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وهذه المرة في القامشلي 160 محلاً تجارياً أغلق أبوابه في المجمع المركزي بالمدينة احتجاجاً على قرار الضرائب الجديد الصادر عن الإدارة الذاتية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الأهالي الضرائب أو الأتوات التي تفرضها ما تسمى بلدية الشعب لا تستند إلى أي وجهة قانونية موجودة ضمن سجلاتها هذا فضلاً عن أن المبالغ المطلوبة غير واقعية لأن المتاجر في تلك المنطقة تعود ملكيتها لبلدية القامشلي التي تديرها حكومة النظام والتي تفرض بدورها أيضاً ضرائب إيجار بمبالغ تصل إلى نحو 20 ألف ليرة سورية شهرياً في حين تتراوح الضرائب التي فرضتها الإدارة الذاتية بين الخمسمائة والتسعمائة ألف ليرة سورية بدل إيجار واستئجار الإدارة الذاتية لم تكتفي بهذا وحسباً حيث فرضت ترخيص مزاولة المهنة وهي تكلف كل تاجر مبالغ تصل إلى 400 ألف ليرة سورية وهذه المبالغ من ضرائب وترخيص ليست واحدة على كل التجاري بل تختلف من واحد إلى آخر بحسب قربه من الإدارة الذاتية وقسد ومنهم من لا يدفع ولا ليرة سورية وفي نيسان الماضي أضرب أصحاب المحال التجارية في القامش لاحتجاجاً على فرض الإدارة الذاتية ضرائب مالية وصلت قيمة بعضها إلى مليون ليرة سورية سنوياً وفي الرقاء أيضاً أضرب التجار في تموز الماضي احتجاجاً على فرض الإدارة الذاتية ضرائب عليهم وتعتبر الضرائب والغرامات والرسم التي تفرضها الإدارة الذاتية مصدر تمويل أساسياً يشمل كل الجوانب الاقتصادية في المنطقة حتى رواتب موظفيها ترجمة نانسي قنقر